السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأمور كل يوم في تطور وبتزيد اشتعال في الأحداث الروسية الأوكرانية ويمكن بعد مقتل قائد مجموعة فاجنر بريغوجين وردود الأفعال حوالين الحدث ده والاتهام المباشر كمان من الأمريكان والأوكران بأن اللي وراء العملية دي هو الرئيس بوتين زاد من سخونة الأحداث كمان فيه معنا خبر بيقول أن روسيا اعتقلت جاسوس أمريكي وبتحقق مع دبلوماسيين أمريكان الخبر ده ومعاه مجموعة من الأخبار الجديدة بخصوص الأحداث الروسية الأوكرانية هنتكلم عنها في حلقتنا دي إن شاء الله لكن فضلا من حضراتكم دعم القناة ولايك وشير للفيديو واللي مش مشترك معنا في القناة أتمنى يشرفنا بالاشتراك وتفعيل علامة الجرس علشان يوصلوا كل جديد في قناتنا ويلا نبدأ الحلقة امبارح أعلنت وكالة الأنباء الروسية تاس إن جهاز الأمن الفدرالي الروسي ألقى القبض على موظف سابق في القنصلية الأمريكية في الشرق الأقصى الروسي لاتهامه بجمع معلومات عن الحرب في أوكرانيا وقضايا أخرى منها التجسس لصالح أمريكا الأمر ما توقفش عند النقطة دي لكن جهاز الأمن الفدرالي الروسي أرسل استدعاءات للصفارة الأمريكية من أجل استجواب دبلوماسيين أمريكان بعد اعتقال الجاسوس الأمريكي لأن الموظفين الأمريكان تم نقل معلومات لهم عن كيفية تأثير حملة التجنيد الروسية على الصخط السياسي قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2024 في روسيا وأعلن الجهاز الروسي إنه بيخطط لاستجواب موظفي السفارة الأمريكية اللي كانوا على تواصل مع الجاسوس الأمريكي واللي نقل لهم معلومات عن الأوضاع داخل روسيا لكن السفارة الأمريكية قالت إن المزاعم ضد المدعو شنوف وده الجاسوس الأمريكي ملهاش أي أساس من الصحة وإن المطلوب منه فقط كان تجميع ملخصات إعلامية لمواد صحفية من مصادر إعلامية روسية متاحة للجميع وده خطوة من شأنها إنها تخلق توتر كبير بين أمريكا وروسيا خاصة في ظل إن روسيا بتأكد مرات كتير على ضلوع الأمريكان في اتهام تجسسية كانت أخرها أحد الأمريكان التابعين لصحيفة أمريكية تحقيقات الأجهزة الروسية مع شنوف اعترف فيها إنه بناء على تعليمات السكرتير الأول للصفارة الأمريكية تم تكليفه بمهمة العثور على صحفيين ورجال أعمال وسياسيين موليين لأمريكا من أجل استخدامهم في جمع المعلومات وتجندهم لصالح الاستخبارات الأمريكية وبالتالي بناء على الاعتراف ده فهيكون فيه صدام دبلوماسي بين روسيا وأمريكا بسبب ضغط الروس للتحقيق مع الدبلوماسيين الأمريكان على الجهة الأخرى قالت وزارة الدفاع البريطانية أن من المحتمل جدا أن روسيا تقوم بإلغاء منورة عسكرية استراتيجية مشتركة كبيرة بسبب توفر عدد قليل جدا من القوات والمعدات والكلام هنا عن منورات زباد اللي كانت من المفترض أنها تتم في شهر سبتمبر من العام الحالي والمنورات بتتم في جميع أنحاء البلاد كل أربع سنوات منذ عام 2021 وبتتركز غرب روسيا وبتم كل عامين من أجل مواجهة النيتو لانتشار على الحدود الغربية الروسية كمان قالت وزارة الدفاع البريطانية أن ضعف أداء الجيش الروسي في أوكرانيا أثبت أن التدريبات المشتركة قمتها التدريبية محدودة وأنها كانت موجودة من أجل الاستعراض فقط وأن روسيا بتتجه لإلغاء المنورات بسبب قلة القوات والمعدات بسبب الخسائر في الحرب الروسية الأوكرانية لكن على الرغم من الادعاء البريطاني ده فالغرب بأكمله وأمريكا كمان بيعترفه بفشل الهجوم المضاد الأوكراني وبمدى المعاناة والبط في تحركات الجيش الأوكراني ومدى الفشل في الحصول على أي نجاحات على الأرض بل إن الجيش الروسي بيطور هجومه نحية كوبينسك واللي ممكن تكون خسارة عسكرية قاتلة للجيش الأوكراني أما بقى في سياق الحرب الروسية الأوكرانية فروسيا قامت بمجموعة ضربات مهمة جدا يمكن كان أبرزها ضربة نجحة على أحد المطارات في كيف إمبارح وتم استهدافها بسلاح عالي الدقة وإصابة جميع الأهداف المطلوبة بالإضافة لتدمير محطة رادار لكشف الأهداف الجوية وتوجيه الطائرات المقتلة واستهداف أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات بالقرب من مدينة زابوريجيا لكن الجانب الأوكراني أعلن عن صد الهجوم الروسي على كيف وإنه لم يتم استهداف المطارات الأوكرانية بل أعلن الجيش الأوكراني عن تدمير أربع صواريخ كروز في وسط وشمال أوكرانيا من أصل تم رصدها وإن فيه أهداف تانية ربما كانت زائفة بعد تحليق خمس قاذفات استراتيجية روسية الجيش الروسي أعلن كمان عن إطلاق صواريخ أونيكس من شبه جزيرة القرم على أهداف داخل أوكرانيا من المفترض استهداف كمان الصواريخ لمنشآت الحبوب ومعدات تخزين الأسلحة الأوكرانية في ميناء أودسا على البحر الإسود كمان الجيش الروسي استهدف جزيرة الأفعة واللي تركزت فيها بعض المعدات العسكرية والمصيرات الأوكرانية من أجل استهداف عمل أسطول البحر الإسود وكمان الاستهداف الروسي كان رد على الاجتماعات العسكرية الأوكرانية مع بريطانيا وأمريكا واللي طلبت فيها القيادات العسكرية البريطانية والأمريكية الجيش الأوكراني بتغيير خطته وتغيير التكتكات المتبعة في الهجوم المضاد بسبب الفشل الحالي أيضا الجيش الروسي استهدف مجموعة واسعة من الأهداف في أوكرانيا في مناطق تشيركاسي وبولتافا وكان من ضمنهم استهداف ساحة لتدريب الجيش الأوكراني واللي تم تدمرها بالكامل وأعلن الجيش الروسي عن إسقاط طائرتين في مناطق بريانسيك وكورسيك على الحدود مع أوكرانيا واللي حاولوا استهداف مطار عسكري داخل المدينة الروسية لكن اتعامل معها الدفاع الجوي الروسي بالإضافة لإعلان تقدم الجيش الروسي في كوبيانسيك والاستلاء على معقلين القوات الأوكرانية وصد الهجمات المضادة في نفس المنطقة الجيش الروسي كمان أعلن عن تدمير منشأة صناعية في منطقة بولتافا واللي اتعرضت لضربة قاسية جدا من قبل الأسلحة الروسية عالية الدقة مع شبه السيطرة اللي بتفرضها روسيا على الحرب في أوكرانيا وحالة التجميد اللي بيسعى بوتين لإجبار الخصوم الأوروبيين على تقبلها في الحرب الأوكرانية فصحيفة الواشنطن بوست الأمريكية قالت إن أمريكا بتناقش إرسال ذخائر عنقضية للمدفعية الصاروخية في حالة استمرار الأعمال العدائية في عام 2024 وإن إحدى الخيارات المتاحة هي توريد ذخائر عنقضية الأوكرانية واللي بيتم إطلاقها من راجمات الصواريخ لتوجيه ضربات عميقة داخل أراضي الاتحاد الروسي في ظل تجميد إرسال صواريخ أتا كامز بعيدة المدى حتى 400 كيلومتر واللي تقريبا أمريكا بتخزنها حاليا من أجل صراع قد يكون صراع قادم محتمل مع الصين أما بقى بالنسبة للهجمات الأوكرانية فوزارة الدفاع الروسية أعلنت عن تدمير صاروخ كروز أوكراني حاول مهاجمة أهداف داخل شبه جزيرة القرب وتم إسقاط الصاروخ فوق البحر السود من قبل أنظمة الدفاع الجو الروسي وإسقاط طايرتين مسيرتين حولوا الوصول لأهداف عسكرية داخل شبه جزيرة القرب في الأخير فيه إصرار أوروبي وأمريكي على دعم الهجمات الأوكرانية على أراضي الاتحاد الروسي زي مثلا موضوع القنابل العنقودية اللي نشرته صحيفة واشنطن بوست أو التغاضي عن استخدام الأسلحة الأمريكية والغربية داخل العمق الروسي وده دليل على فشل الهجوم المضاد وعلى السيطرة اللي بتفرضها روسيا داخل أوكرانيا بشكل تام لكن الإصرار الأمريكي والأوروبي هيقود بالتبعية لتصعيدات كبيرة قبل أي تسوية خاصة وأن الأوكران لسه بيعشموا أوروبا وأمريكا بالسيطرة على شبه جزيرة القرم وبالنجاح في الهجوم المضاد بالرغم من فقد مجموعة واسعة من المعدات والأسلحة والجنود ومع ذلك فالأمريكان عايزين يصدقوا أن الأوكران هينجحوا بالرغم من أن كل حاجة على الأرض بتثبت فشلهم وبتثبت عكس ده تماما أي كلام خلافا عن أن روسيا متقدمة وبتعمل اللي هي عايزاه ومش ناوية تنهي الحرب دي إلا بعد تحقيق أهدافها منها بشكل كامل ده كلام غير صحيح ما تسمعوش ولا تاخد به أبدا ربنا يحفظ بلادنا كلها من كل شر ويوفق حكامنا لما فيه الخير ولما فيه مصالح البلاد والعباد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر شكرا